اشتركوا في القناة بل يجب مراعاة لون الحافة تكون مناسبة مع لون المركز احمر برتقالي هذا خطأ نعم هنا علامة الزائد بالشكل الصحيح ولكن هنا خطأ برتقالي ازرق خطأ اخضر احمر خطأ فبهذا الشكل خطأ وبهذا الشكل يكون المكعب صحيح اخضر اخضر احمر احمر ازرق ازرق برتقالي برتقالي هذه علامة الزائد وهذه الخطوة الاولى الصحيحة علشان نتعلم كيفية صنع علامة الزائد هنا يتخربط عندك الامر يعني الوان كثيرة راح استعين بهذا المكعب هذا المكعب اقدر ارفع منه القطع التي لا اريدها حتى كمنظر لا يتخربط عليك الامر نتعلم طريقة صنع علامة الزائد هذا شكله من بعد ما قمت برفع القطع ابقى اعمل علامة الزائد متناسق مع المراكز راح اخلطه كأنه مكعب مخلوط نأتي الان لتعلم كيفية صنع الزائد هذا يكون الابيض لان المركز هنا ابيض فالزائد هنا هنا يوجد ابيض كيف اخلي الابيض هذا هنا افره هكذا الان اصعده جاء الابيض هنا احمر هنا احمر افره هكذا حلو يا سلام هنا ابيض كيف اخليه هنا في الاعلى افره هكذا ثم هكذا لكن هذا ازرق هذا برتقالي ما ينفع اجيبه هنا ليش لان الاحمر راح يخترب اذا جبت الازرق الاحمر يخترب تمام لذلك هذا الذي فيه ازرق ابيض اضعه تحت واحد اثنين تحت الان اقدر افره الان اقدر افره عندي الازرق ثم ارفعه واحد اثنين لاحظ اتى حلو البرتقالي اتى بالصدفة يا سلام بقيه ابيض اخضر موجود هنا افره بالشكل هذا فعلنا علامة الزائد مع تنسيق الالوان والمراكز التي عندها تمام طيب نأتي الان للمكعب اخلطه حتى نبدأ حله اول طريقة اعمل علامة الزائد التي باللون الابيض هنا ابيض اخضر هذا هو ابيض ابيض اخضر المركز هنا اخضر هنا ازرق ابيض ازرق هذا ازرق افره هكذا اتى الان هكذا حلو عندي هنا وهنا ابيض ابيض ابتدي بهذا برتقالي برتقالي لاحظ اذا فريت هذا يخترب الازرق ابقى اجيب البرتقالي عند البرتقالي رح اخرب الازرق بشكل مؤقت علشان اصعد البرتقالي ثم الازرق ارجعه تمام حلو الان عندي هذه القطعة فيها ابيض هذه انزلها تحت الابيض اجيبه تحت هكذا رح يخترب الازرق انزل الابيض تحت هكذا اخترب الازرق اللي اللي جبته تحت اامن عليه هنا عند الاحمر ارجع الازرق ابيض احمر احمر اصعده بهذا شكل صنعنا علامة الزائد مع تنسيق الوان المراكس الخطوة التي بعدها تعديل القطع الاربع التي توجد في الحواف هنا في ابيض هنا ايضا في ابيض في الاعلى دعهم في الاخير نأتي للقطع التي موجودة في الطابق السفلي الابيض يكون جانبا اما يمين او شمال اما هنا او هنا لو كان تحت هذه مشكلة مثل هذا هذا مشكلة يجب في البداية اجعله جانبا تمام طيب نبدأ هذا لانه جانبا عندي احمر ازرق احمر ازرق اذا هذه القطعة هنا اضعها عنده احمر مع احمر ازرق هنا الازرق هذه القطعة كيف اصعدها في الاعلى يجب ان يكون الابيض جانبا اما هنا او هنا وليس تحت كيف اصعد هذه في الاعلى ركز يا صديقي تحت عكس اتجاه تمام امام اتجاه يدي اليمين تحت مع عقار بالساعة ثم امام اتجاه يدي الشمال لاحظ اتت الان القطعة التي بعدها ابحث في البداية تحت هنا طابق الاسفل لا يوجد اذا هذه القطعة اطلعها لاحظ هذه القطعة في مكانها اخضر اخضر احمر احمر اطلعها في البداية عندي يمين واذا لفت المكعب بالكامل يصير عندي شمال انو اثر يمين ولا شمال طبعا شمال ما ينفع ركس الابيض هنا ما ينفع اثر هكذا يصير تحت مشكلة تحت يصير الابيض تحت اذا اثر يمين ابقى طلع هذه القطعة يمين اتجاه تحت مع عقار بالساعة القطعة اتت هنا يمين عكس اتجاه لاحظ اخضر اخضر احمر احمر اذا هذه القطعة هنا كيف اصعد هذه هنا تحت عكس عقار بالساعة امام اتجاه يدي اليمين تحت مع عقار بالساعة امام اتجاه يدي الشمال اتت القطعة الان عندي هنا ابيض حلو اخضر برتقالي هذا اخضر وهذا برتقالي القطعة هذه تبقى تأتي هنا الان الابيض ليس على اليمين بل في الشمال اذا يختلف طريقة رفع القطعة الابيض موجود هنا على الشمال القطعة السابقة هذا وهذا كان الابيض على اليمين اذا على الشمال كيف اصعد القطعة هنا اخضر اخضر برتقالي برتقالي كيف صعد القطعة هذه هنا تحت مع عقار بالساعة يمين اتجاهي تحت عكس عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي صعدت حلو الان لو كان هناك ابيض في الاسفل ليس على اليمين وليس على الشمال بل في الاسفل في البداية افر القطعة اجعلها اما الابيض يكون يمين او شمال كيف افر القطعة اضع الابيض الذي في الاسفل واعلى قطعة لا اريدها مثل هذه القطعة معدلة ثم يمين اتجاهي تحت مرتين واحد اثنين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقار بالساعة لاحظ فرية القطعة تمام الان الابيض على اليمين وليس على الشمال كيف اصعد القطعة هذه هنا ازرق ازرق برتقال برتقال هذه القطعة المفترض هي هنا كيف صعدها تحت عكس عقار بالساعة امام اتجاه يدي اليمين تحت مع عقار بالساعة امام اتجاه يدي الشمال وبهذا الشكل صنعنا اول طابق متناسق الالوان الان 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 اقلب الشمال او او القطعة هي في مكانها لكن مقلوبة الالوان اي قطعة فيها اصفر هي بديهيا ليست يمين ولا شمال بل هي في الاعلى اذا هذه لا اريدها هذه اريدها اخضر برتقالي اضعها عند الاخضر اخضر عند الاخضر البرتقالي هنا اذا هذه القطعة تريد ان تأتي يمين القانون فوق مع عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة امام اتجاه يدي الشمال فوق مع عقار بالساعة امام اتجاه يدي اليمين القطع التي هنا جاءت في مكانها والأبيض لم يخترب هذا في أصفر لا أريده هذا في أصفر لا أريده هذا في أصفر لا أريده جميع القطع الأربع فيها أصفر إذن القطع محجوزات جميعها في الطابق الثاني أبقى أطلع قطعة واحدة منهم موعدلة مثل هذه كيف أطلعها؟ نفس القانون السابق هذه القطعة أدخلها هنا بشكل تلقائي هذه تطلع فوق مع عقار بساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بساعة أمام اتجاه يدي الشمال فوق مع عقار بساعة أمام اتجاه يدي اليمين القطعة التي هنا طلعت وأتت هنا هذا ليس فيه أصفر أزرق أزرق برتقالي برتقالي الآن القطعة هذه تريد أن تأتي شمال وليس يمين قانون الشمال هو التالي فوق عكس عقار بالساعة شمال عكس اتجاهي فوق مع عقار بالساعة شمال اتجاهي فوق مع عقار بالساعة أمام اتجاه يد اليمين فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يد الشمال القطعة التي هنا أتت هنا يا سلام الآن هذا فيه أصفر فيه أصفر هذا فيه أصفر هذا ليس فيه أصفر أحمر عند الأحمر الأخضر يبقى يأتي هنا يمين القانون فوق مع عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يد الشمال فوق مع عقار بالساعة أمام اتجاه يد اليمين وبهذه الصورة جميع الأركان أتت في أماكنها الصحيحة بقيت آخر حالة أجهزها ونتطرق إليها هذه الحالة هذه القطعة في مكانها الصحيح أزرق أزرق أحمر أحمر يبقى لها قلب لا يوجد قانون يقلبها الطريقة هي أخرجها وأضعها في الطابق الأعلى ثم أدخلها بالشكل الصحيح كيف أخرجها؟ هذه القطعة أضعها هنا بشكل تلقائي هذه رح تخرج إذن أستخدم قانون اليمين فوق مع عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يدي الشمال فوق مع عقار بالساعة أمام اتجاه يدي اليمين القطعة خرجت وهذه هي الآن أدخلها بنفس القانون فوق مع عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يد الشمال فوق مع عقار بالساعة أمام اتجاه يد اليمين وبهذا الشكل امتهينا من حل أول طابقين بقي الطابق الأخير لتعديل الطابق الثالث يا أصدقائي أعمل في البداية علامة الزائد باللون الأصفر مثل هذا المكعد تمام لعمل علامة الزائد باللون الأصفر تأتيني ثلاث حالات إما المركز يكون نقطة فقط إن المركز أصفر أو علامة الدال مثل هذا أو علامة السالب مثل هذا سالب ثلاث حالات تأتيني طبعا لو أتت مثل هذه الحالة هذا دال مثل هذا الأصفر هنا لا أنظر إليه في الأركان الأربعة لا أنظر إليه هذا دال مثل هذا دال تمام تمام مثل هذه النقطة المركز نقطة لا أنظر إلى الأركان الأربعة هذا يوجد أصفر أبغى أعمل علامة الزائد إذا جاءت لهذه الحالة الدال طريقة المسكة هكذا ما ينفع هكذا أو هكذا طريقة المسكة هكذا القانون أمام اتجاه يد اليمين فوق مع عقار بالساعة يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي أمام اتجاه يد الشمال لاحظ استوى تعلامة الزائد الآن نأتي للسالب طريقة المسكة هكذا ما ينفع هكذا بل هكذا القانون أمام اتجاه يد اليمين يمين عكس اتجاهي فوق مع عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يد الشمال استوى تعلامة الزائد الآن لو أتت النقطة ماذا أصنع أعمل في البداية الدال فيستوي النقطة سالب ثم أعمل قانون السالب قانون الدال أمام اتجاه يد اليمين فوق مع عقار بالساعة أمام عكس اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة يمين اتجاهي أمام اتجاه يد الشمال استوى السالب تحولت النقطة إلى السالب الآن أعمل السالب أمام اتجاه يد اليمين يمين عكس اتجاهي فوق مع عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة أمام اتجاه يد الشمال استوى استوى تعلامة الزاد المرحلة المرحلة التي بعدها جعل جميع القطع التي في الوجه الأعلى كلها صفراء هناك سبع حالات لكل حالة قانون هذه الحالة ولا قطع صفراء في الأعلى للأركان الأربع قطعتان في الوجه الأمام وقطعتان خلف هكذا طريقة المسكة لا ينفع أمسكه هكذا بل هكذا نتبع القانون التالي لتكون جميع القطع الصفراء في الأعلى القانون أمام اتجاه يدي اليمين ثم ثلاث مرات يمين عكس اتجاهي فوق مع عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق عكس عقار بالساعة هذه مرة بقيت مرتان يمين فوق يمين فوق بقيت مرة يمين فوق يمين فوق ثم أمام اتجاه يد الشمال يا سلام جميع جميع القطع الصفراء في الأعلى الحالة الثانية ولا قطع صفراء موجودة في الأعلى قطعتان متجاورتان وقطعتان متقابلتان أضع المتقابلتان على يد اليمين والمتجاورتان شمال ثم أتبع القانون التالي يمين عكس عقار بالساعة يمين مرتين واحد اثنين ثم فوق مرتين واحد اثنين يمين أكس اتجاه الحالة الثالثة قطعتان تحملان اللون الأصفر للتقابل وقطعتان غير أصفر هنا الأصفر وهنا الأصفر طريقة المسكة هكذا ما ينفع مسك هكذا أو هكذا لا يجب أن يكون هنا الأصفر وهنا الأصفر هكذا ثم اتبع القانون التالي أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاه أمام اتجاه يدي اليمين يمين اتجاه أمام اتجاه يدي الشمال شمال عكس اتجاه أمام اتجاه يدي اليمين يمين عكس اتجاه الحالة الرابعة قطعتان تحملان اللون الأصفر متجاورتان وليست متقابلتان كالحالة السابقة وقطعتان متجاورتان على يد اليمين هكذا طريقة المسكة القانون خلف مرتين واحد اثنين تحت عكس عقارب الساعة خلف اتجاه يدي اليمين فوق مرتين واحد اثنين خلف اتجاه يدي الشمال ثم تحت معا عقارب الساعة خلف اتجاه يدي اليمين فوق مرتين واحد اثنين ثم خلف اتجاه يدي اليمين الحالة الخامسة قطعتان تحملان اللون الأصفر وهما متجاورتان أما على اليمين قطعة تحمل اللون الأصفر وفي الخلف قطعة تحمل اللون الأصفر متقابلتان وليست متجاورتان مثل الحالة السابقة في هذه الحالة هكذا طريقة المسكة اتبع القانون التالي يمين اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين يمين عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين الحالة السادسة قطعة واحدة صفرة موجودة في الأعلى فقط هنا صفرة وهنا صفرة وهنا صفرة بهذا الترتيب أمسك المكعب بهذا الشكل ثم أطبق القانون التالي شمال أكس التجاهي فوق مرتين شمال التجاهي فوق مع عقار بالساعة شمال أكس التجاهي فوق مع عقار بالساعة شمال التجاهي الحالة السابعة والأخيرة قطعة واحدة فقط تحمل اللون الأصفر هنا الأصفر بهذا الاتجاه الأصفر هذا هنا والأصفر في الخلف في هذه الحالة أتبع القانون التالي يمين التجاهي فوق عقس عقار بالساعة يمين عقس التجاهي فوق عقس عقار بالساعة يمين التجاهي فوق مرتين واحد اثنين يمين عقس التجاهي وهذه هي الحالات السابع وقوانينها لجعل الوجه الأعلى كله باللون الأصفر الخطوة التي بعدها تعديل الألوان الجانبية للوجه الثالث الألوان التي تقع في الأركان الأوساط أأتي لها في المرحلة التي بعدها أبحث عن يمين ويسار قطعتان تحميلان نفس اللون هنا أزرق هنا برتقالي اللون مختلف أثر هنا أخضر هنا أزرق اللون مختلف أثر هنا برتقالي هنا أخضر اللون مختلف أثر هنا أحمر وهنا كذلك أحمر إذن وجه يمين ويسار يحملان نفس اللون إذا أتتني نفس اللون أضعهما خلفي هكذا طريقة المسكة طيب لو جاءتني حالة مثل هذه الحالة ولا وجه يمين ويسار يحملان نفس اللون أحمر برتقالي يختلف أخضر أزرق يختلف برتقالي أحمر يختلف أزرق أخضر يختلف هنا ولا وجه يحملان نفس اللون هذه حالة وهذه حالة إذا وجدت وجه يحملان نفس اللون أضعهما خلفي ثم أطبق القانون التالي يمين اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين يمين اتجاهي ثم خلف مرتين يمين عكس اتجاهي ثم أمام اتجاه يدي أشمال يمين اتجاهي خلف مرتين يمين مرتين لاحظ أحمر أحمر أزرق أزرق برتقالي برتقالي أخضر أخضر تمام؟ الآن بقيت ألوان للقطع التي تقع في المنتصف هنا هذه الحالة ولا وجه يحمل لنفس اللون ماذا أصنع؟ أطبق نفس القانون السابق ولكن أعيده مرتين أمسك بأية اتجاه يمين اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين يمين اتجاهي خلف مرتين يمين عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال يمين اتجاهي خلف مرتين يمين مرتين لاحظ الآن أتتني قطعتان تحملان نفس اللون برتقالي برتقالي أضعهما خلفي أعيد نفس القانون يمين اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين يمين اتجاهي خلف مرتين يمين عكس اتجاهي أمام اتجاه يد الشمال يمين اتجاهي خلف مرجين يمين مرجين لاحظ استعدلت الألوان تمام؟ يا سلام المرحلة التي بعدها تعديل القطع الموجودة هنا هناك أربع حالات إما وجه بالكامل عدل وبقي الثلاث قطع فعندي دوران مع عقار بالساعة للثلاثة قطع الأزرق يبقى يأتي هنا البرتقال هنا الأحمر هنا دوران مع عقار بالساعة أو الحالة هذه ثلاث قطع لكن دوران عكس عقار بالساعة الأحمر هنا الأخضر هنا الأزرق هنا هذا عدل تمام؟ خلينا نشوف حالة دوران مع عقار بالساعة القانون أضع العدل شمال يمين مرتين واحد اثنين فوق مع عقار بالساعة خلف اتجاه يدي اليمين أمام اتجاه يدي اليمين يمين مرتين خلف وأمام اتجاه يدي الشمال فوق مع عقار بالساعة يمين مرتين يا سلام وبهذا الشكل دارة القطع الثلاث مع عقار بالساعة طيب قانون دوران القطع الثلاث عكس عقار بالساعة أضع العدل شمال القانون يمين مرتين فوق عكس عقار بالساعة خلف وأمام اتجاه يدي اليمين يمين مرتين خلف وأمام اتجاه يدي الشمال ثم فوق عكس عقار بالساعة يمين مرتين يا سلام استعدى للمكعب نأتي للحالة هذه جميع القطع ليست في أماكنها القطع الأربع ما في وجه بالكامل مستوي عندي حالتين إما تبادل بالمقابل الأزرق يبقى يأتي خلف والأخضر أمام والأحمر شمال والبرتقالي يمين تبادل بالمتقابل الحالة التي بعدها كلا بل تبادل بالمجاور وهنا أيضا خلينا نبدأ بحالة تبادل بالمتقابل القانون وسط هذا مرتين واحد ارجع اليمين اثنين ارجع اليمين فوق مع عقار بالساعة وسط مرتين واحد اثنين فوق مرتين واحد اثنين وسط مرتين واحد اثنين فوق مع عقار بالساعة وسط مرتين واحد اثنين يا سلام الحالة الأخيرة يا أصدقائي هكذا طريقة الماسكة هكذا طريقة الماسكة الأمام يتبادل مع اليمين هكذا لا اضعه هكذا لا هذا خطأ هكذا صحيح القانون وسط مرتين واحد ارجع اليمين اثنين ارجع اليمين فوق مع عقار بالساعة وسط مرتين واحد اثنين فوق مع عقار بالساعة وسط عكس اتجاهي ارجع اليمين فوق مرتين واحد اثنين وسط مرتين واحد اثنين فوق مرتين واحد اثنين وسط عكس اتجاهي فوق مرتين واحد اثنين يا سلام وبهذه الطريقة تم حال مكعب ربك الثلاثي شكرا لكم أصدقائي الكرام على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته